كما اتفقنا هذا الفيديو ليس للدرس هو لحل التمرين فقط مجلة الاختبارات التمرين 35 باستخدام تعريف المسافة حل فئار المعادلة القوة المطلقة لx تسوي ثلاثة تعريف المسافة المسافة بين عددين المسافة بين عددين تعريفها هذا تعريف المسافة المسافة بين a و b هي القيم المطلقة ل a نقص b اذا بالمسافة تعريف المسافة القيم المطلقة لx تسوي ثلاثة الاول بي تسوي a نقص b القيم المطلقة لx كيف نكتبها اكس نقص سفر معناها المسافة بين اكس و سفر سوي ثلاثة الاعداد التي تبعد عن سفر بثلاثة من هي الثلاثة او نقص ثلاثة طريقة اخرى كما تعلمنا هنا باستخدام تعريف المسافة وباستخدام مفهوم المسافة يوجد السؤالين تعريف المسافة ومفهوم المسافة تعريف المسافة هذا تعريف المسافة اما مفهوم المسافة مفهوم المسافة مفهوم المسافة نحن نعبر عن القيمة المطلقة بعبارات المسافات على المستقيم العددي إذن السؤال قال تعريف المسافة لم يقل مفهوم المسافة هذه الطريقة الثانية بمفهوم المسافة الحل الموجود هنا بمفهوم المسافة آم آت سوي أربعة إذن هذا الحل بتعريف المسافة وهذا الحل بمفهوم المسافة الإكس نقص سفر أظهر النقص الخاص بالقانون تنشأ نقطتين إحداهما ثابتة والأخرى متحركة بصلة إكس آم آت سوي ثلاثة الآن هنا سفر من التي تبعد عن آب ثلاثة واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة إما يمين وإما يصار وهذه الحلول بالمناسبة هذا التمرين لم يعجبني أسئلته غير متدرجة ومتناثرة وغير مرتبطة هذا رأيي في التمرين على كل حال نحل التمرين ثانيا ترجم المتباينة إكس أقل أو تسوي ثلاثة إلى حصر إكس أقل أو تسوي ثلاثة إكس محصر بين نقص ثلاثة وثلاثة هذا الجواب حل في آر المعادلة إقرات تسوي واحد يا إما أحل بتعريف المسافة يا إما أحل بمفهوم المسافة يا إما أحل جبريا كما شئت وأحل بطريقة أخرى من هو العدد الذي قيمته المطلقات سوي واحد إما الواحد وإما نقص واحد إذن إقراج سوي واحد أو إقراج سوي نقص واحد هذه مجموعة الحلول ترجم المتباينة هذه إلى حصر نفس السؤال مكرر هنا هنا كانت ثلاثة هنا أصبحت واحد هنا إقراج محصر بين واحد ونقص واحد إقراج أقل أسل واحد إقراج محصر بين نقص واحد وواحد أوجد حصر للعدد الحقيقي إكس نقص إثنين إقراج هنا غير واضح السؤال وقصده انطلاقا من حصر إقراج الموجود في السؤال الرابع وانطلاقا من حصر إكس الموجود في السؤال الثاني إذن حصر هذا العدد إكس محصر هكذا من الجواب الثاني من الجواب الرابع موجود حصر إقراج إقراج غير ما نبحث عنه لا نبحث عن إقراج نبحث عن حصر نقص اثنين إقراج نضرب في نقص اثنين تتغير اتجاه متراجحة تصبح 2 ثم اكتبها بهذا الشكل اصبح عندي حصر لx وحصر لنقص 2y نجمع طرفا لطرف فاحصل على هذا الحصر برهن عندئذ ان هذا محصول اقل او 95 حسب القانون او النظرية اذا كان الفا اقل او تسوي يكافئ ان الفا ما داخل القيمة المطلقة محصور بين هذا العدد ومعاكسه اذا هذا العدد محصور بين الخمسة ومعاكسه وهو موجود هكذا من هذه الكتابة احصل على هذه الكتابة بباشرة فعلا استنتج حلول المتراجحة المتراجحة متطابقة شهيرة عدد موجر استطيع التخلص من رمز القيمة المطلقة جذر عدد مربع تسوي القيمة المطلقة لذلك العدد جذر عدد مربع تسوي القيمة المطلقة لذلك العدد نطبق الخاصية هذه صفحة 32 القيمة المطلقة استغنى عليها ثم اتخلص من الجذر بهذه الطريق وعدد اقل او تسوي عدد هذا اطبق عليه كما كنا نقول منذ قليل هنا اطبق عليه هذا السطر ما داخل القيمة المطلقة محصور بين هذا العدد وناظره لكي اعزل اكس اضيف اثنان لكل الاطراف احسب احصل على هكذا اكس محصور بين نقص ثلاثة وسبع هذا الجواب كلمة استنتج لا اجدها مناسبة في التمرين كيف ساجد هذه الحلول استنتاجا كيف ساجدها كيف ساجدها من الاستنتاج لا ارى علاقة بالاسئلة السابقة ولهذا كلمة استنتج لا ارىها دقيقة لم نعتني بكلمة استنتج فقط قرأنا السؤال حل المتراجحة هذا جواب حل وليس جواب استنتج هذا الكلام معناها هذا الجواب حل في ار باستعمال طريقة المسترة والمدور اكس نقص اثنين تسوي خمسة اكس نقص اثنين تسوي خمسة معناها الابرة تضعها في اثنين والفتحة بقدر خمسة تضع الابرة هنا وترسم دائرة مركزها هذه النقطة ونسقطها خمسة ستقطع المستقيم في عددين السبعة ونقص ثلاثة والحلول هي سبعة ونقص ثلاثة اذا لو نحضر المسترة الابرة في اثنين والقلم هنا الفتحة بقدر خمسة الفتحة هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اذا ستشمل اثنين وتشمل الناقص ثلاثة اذا هذه خمسة وهذه خمسة الحلول هي سبعة ونقص ثلاثة اذا الحلول هي سبعة ونقص ثلاثة اشتركوا في القناة